أعرب رئيس وزراء سانتا لوتشيا فليب جاي بيير عن أمله في أن تقوم الدول الكبرى بتفعيل وتنفيذ التعهدات التمويلية خلال مؤتمر كوب 28 من أجل التعافي من أضرار التغير المناخي وأكد جاي بيير في لقاء مع القاهرة الإخبارية على هامش قمة كوب 28 أن بلاده تتأثر كثيرا بسبب التغيرات المناخية مشيدا بصندوق التمويل الذي سيدعم الدول المتضررة إن سانتالوشا هي دولة صغيرة للغاية ونحن نشعر أننا نتأثر كثيرا بسبب أثار التغير المناخية عن طريق الفيضانات والأعصير ولكننا نحن لسنا من تسببنا في هذا التأثير نحن سعداء أن أصبح هناك بعض التمويلات الخاصة بالضرر والخسارة من الاتحاد الأوروبي والألمانيا ونكغيرها من الدول التي قد تعهدت بمثل تلك التمويلات ونتمنى من باقي الدول أن تقوموا بتفعيل وتنفيذ تلك التمويلات لأجل أن يتم تعافي من تلك الأضرار ترجمة نانسي قنقر